صراخة مدوية تصدر من كفة بقاء غزة فمنها من تجهر بأس على فقدان العائلات ومنها من تعلم من شدة الإصابة الناجمة عن الغارات وأخرى تخرج من البطوان لتصف ألم الجوع لعدم الاكتفاء بالفتات وفي ظلي تواصل التقارير الأممية اليومية التي تحذر من تفاقم أزمة المجاعة داخل غزة جراء حرب التكوية التي يمارسها الاحتلال بمنتهى الوحشية على سكان القطع تكافح الأسر الفلسطينية يوميا لتوفير ولو وجبة واحدة من الطعام داخل فصل صغير في أحدى المدارس التي تؤوي مئة نازحين تجلس أم فلسطينية تحاول استخدام وسائل بداية لأعدد وجبة صغيرة من الطعام المعلب لتهديئة أفواه صغيرة تصرخ من آلم الكوع الوضع طبعا سيء شوية لأنه ما في الشيء يعني الواحد ما بقدر يوم يوم بده يؤمن قوت لأولاده وأكل شرب المي والله الأولاد بيتعذب وتنهم بيجيبوا المي من مكان بعيد بروحه كل يوم وبالنسبة للأكل كل إشي غالي أي حاجة بدك فلوس هل قد عشان تشتريها والأولاد بدهم كل إشي والله بيعلم زوجي قاعد والأولاد هاي شباب مش لقين إشي يشتغلوا فيه أصل على أعتاب المجع هكذا وصفت الأم الفلسطينية التي تسعى منذ اللحظة الأولى لصباح البكر حتى نهاية الليل وبشكل يومي عملية البحث عن طعام قد يهدئ من روعة جوع عائلتها أكيد على بواب مجاعة يعني غزة أكيد على بواب مجاعة بدون التكيات هذه اللي بتيجي عن جد وبدون ما يكون فيه إشي موفر لنا من مساعدات اللي بطلت تدخل هذه عن جد احنا على شفة مجاعة عن جد ألم يعتصر قلوب الأباء العاجزين عن تلبية مقاومات الحياة الأساسية لأطفالهم الذين وهنت أكسادهم من القوع والعطش والمرض للأسف إحنا منعيش أسوأ أيام حياتنا من ناحية مجاعة ومن ناحية حرمان يعني إحنا نحرمنا من كل شيء يعني نحرمنا أقول لك للطفل الصغير هذا اللي كان يوحى المادة سياخد بصروفه اليوم أنت بتطلع ابنك فيك وانت من جوة بتبكي دم قاعد ليش؟ لأنك أنت مش قادر توفله أبسط حقوق أو أبسط مقاومات حياته يعني وصلنا لمرحلة أنه أنا ابني الطفل الرضيع لما جيت من رفح ما كانش معايا فلوس أقسم بالله اضطريت أنه أنا بدي أشتيله حليب فيش معايا حليب أشيله بمبس اضطريت أنه أحط له علبة عدس في المصاصة أنه أشربه العدس وغير المشاكل الصحية اللي غابلت وكذا أنا يعني الواحد ما بهلوش في ابنه بس مش طالع في يده حاجة إحنا سلنا كل واحد بنتظر شهادة الوفاة تبعته من الآخر يعني إذا ما كانش من قصف من قتل من كذا ممكن تصير من مجاعة من قلة أكل يعني الواحد كان مثلا وزنه مية مية وعشرين أو تسعين اليوم خسف نص وزنه لم يستشهدوا من القصف ماتوا من شدة الكوى هكذا حاصر الاحتلال الإسرائيلي المدنيين العزل من كبار وصغار بين حرب إبادة وأخرى للتكوية اشتركوا في القناة